السلام والله عليكم ومرحبا بكم في قناتي وصفات للجمال مع إلهام وصفة اليوم إن شاء الله ستكون وصفة مختصة بإزالة الشعر الزائد من الجسم تحتلب العديد من الأخوات اللي خلو اللي بتعليق بغينا وصفات لي إزالة الشعر من الجسم بمكونات بسيطة وإن شاء الله يكونوا معنا مكونات رئيسيين كما هما في العنوان اللي هما الخل الأبيض والنشاء أو ما يسمى بالدراء أو المايزينة يعني هذو هما المكونات الرئيسية اللي معنا في هذه الوصفة هذي يكونوا معنا مكونات تانويين إن شاء الله ضروري باش نزيدوا نشبعوا الوصفة ونعطيوها أشياء فعالة أكتر وأكتر باش نزيد حتى هي تعطينا إن شاء الله نتائج اللي هي مرضية وإيجابية للجميع فقبل ما مشون تعرفوا المكونات الوصفة وطريقة تحضير ديلها وطريقة الاستخدام والاستعمال فبعدها نبغي نرحب بكم انتوما وقول لكم مرحبا بكم وألف مرحبا مرحبا بكل من كتابعني وبكل من كتزورني وبكل من كتدامني وبكل من كتشجعني تحيي لكم كبيرة حبيباتي ومرحبا برجال مرحبا بالنساء مرحبا بالجميع فإلا كنتوا أول مرة كتزورونا فما تنسوش تضغطوا على زل الاشتراك وتفعلكم من زل الجرس تخليونا لأراء ديلكم تعليقات ديلكم اقترحات ديلكم سفسارات ديلكم الأسئلة ديلكم وكل ما كتعلق بكم خليه لي في كومنتر أولا في خاند التعليقات أي وصفة البنات خليتوها لي في كومنتر راني كان نجربها كان حاول ناخدها بعيد الاعتبار وكان يعني كان أخد عليها وقيت كي مساء نقولو ناخد وقت طويل شوية باش نجربها ومني كتعجبني كنوا متأكدين أنني كان جي نشاركها ولا كان جي نبغتاجها معكم في القناة باش إن شاء الله تعمل فائدة لجميع النساء جميع السيدات لكي يبغيوا وصفة طبيعية وصفة مجربة وصفة زوينة وصفة سهلة مهلة فهذه رانبيل وصفة الغزالة بزاف ستساعدكم البنات حتى على التبييد وتوحيد لون وعلاج تسبوغات يعني كتزول الشعر وكتساعدك على التبييد وتوحيد لون وعلاج تسبوغات هذا شي كامل كما كنقول وصفة اثنان في واحد وهذه يكونوا إن شاء الله هاد المكوينين الرئيسيين اللي هما الخل الأبيض خل الأبيض أكيد كنا نعرفوه الفوائد دياله اي بيت اي منزل من غير ان انا كنعملوه في الوصفة الطبيعية فكنستخدموه حتى في الشيوات في لصالات في بزاف دياله الامور اللي هو الخل الأبيض هتحتاجي معي إن شاء الله الميزينة حتى هي من بين مكوينة الدرورية بعد اي سيدة او زهرة الدورة بودرة او لغبرة هاد المكوينين رئيسيين هتحتاجي معي فهذه الوصفة باش تزولي الشعر وباش تبيدي ايضا في نفس الوقت وغتحتاجوا معي إن شاء الله الى مكوين اخر واللي هو الكوركم اولا الخرقوم البلدي اللي كيجيب هاد الشكل هذا هني تحتاجي معي الكوركم غتي تحتاجي معي المدية الورد غتي تحتاجي معي الدقيق المخبوزات او لدقيق ديال الفورس وغتي تحتاجي معي واحد نصف حمضة هذو هما المقادر غتي نعودهم الثاني مرة بخصوص هاد الوصفة لبنات غتي تحتاجوا معي إن شاء الله للكوركم المدية الورد دقيق المخبوزات يعني دقيق الفورس الخل الابيض غتي تحتاجي معي المايزينة نصف حمضة هاد الشيليكين هدو هما المقادر انا قلت لكم مصفة اليوم لبنات تحفى 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 إن شاء الله غدي تعجبكم وإن شاء الله غدي تستفدوا منها لأنها بمكوينت ولله الحمضة بسيطة 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 فإذا الجميع النساء اللي كيبغيوا الوصفات السهلة الطبيعية اللي كتكون بأقل مجهود وأقل تكلفة كذلك فنزبوش نتعرفوا على طريقة التحضير من بعد طريقة الاستخدام والاستعمال والتطبيق أهم حاجة فبسم الله غدي ناخد هاد الإنق هادا وندفلو كمية ديال المايزينا كمية ديال المايزينا ملعقاتين تقريباً كمية تبقى على حسب الشعر الزائد الذي لديك في الجسم إذا لديك شعر كثير غير يعملي كمية كثيرة عندك شعر قليل لا تعمل كمية هنا لديك دقيقة المخبوزات كما قلت لكم أول دقيقة الفورس نسخدم منه نخلط نشما بين الفورس وآخر مكوين بودرة هو الكوركم تقريباً تقريباً بعد ما كنخلطهم بجوج يعني كنخلطك دقيق مع نشاو مع الكوركم بعد ما غادي نضيف الماء ديال الورد نضيف مقدار ملعقة ونضيف الخل بيض لاحظوا معي لبنات القوام ديال الوصفك يحمق يا لبنات رائع جدا من بعد كتاخذي هاد عصر حمدك تخليها هي اخر خطوة مش هي كتبدي بها هي اللولة كاخر خطوة فتع السريه كمية اللي غا تناسبك الناس اللي عندهم حاساسيو كي يكتبوا ليفتع لك نرى ما نقدروش نستخطمو عصر الحامض غير عطينا باديل اراها الباديل هو المادي الورد ولا المادي الزهر ولكن انا يا باش كتزيد الوصفات نجح و تبيضك في نفس الوقت حاولي تتعملي غير قطارات ما تعمليش كمية كثيرة نضيف ديك بحد الكمية قليلة من دقيق دين مخبوزات دقيق البنات راتوا مكوين رائح حاولوا تبقوا تدخلوا في الوصفات ديالكم يعني لا بنيسبة تبيض ولا بنيسبة العلاج يعني ازالة شعر الزائد وعلاج تسبوغات وعلاج بزاف دين المشاكل فهذه الوصفة بعد ما كتصبح بهذا الشكل هذا ما عليك الا تبقها على المناطق اللي فيهم شعر الزائد من الاحسن الوصفة تكون عاقدة ما تكونش سائلة خصها تكون بهذا الشكل هذا قوام كريمي كريمي رائع رائع للغاية لاحظوا معي القوام كيفاش عمل ديالوصفة انتما قوام ولا ارواعي البنات انا دبا هدي انتبق معاكم الوصفة لليد ديالي انتما بتشوفوا كيفاش القوام ديالة عامل هاد له أغوستات دي حني رائعة للغاية للغاية فعلا تبقى بها الطريقة هذه و تبقى بها طريقة و تبقى بها الطريقة تبقى بها الطريقة و لا تبقى بها الطريقة تأخذ كمية قليلة من الماء و تفزغي اليد و تبقى تفركيها بشعر يتطاير من الجذور تكون وصفة غيلة تبيض لا تكون وصفة لإزالة الشعر تحسي بها نشفات و كرمات تأخذ كمية قليلة في اليد و تبقى تفركيها بها الطريقة سوف نفركها معكم سوف ترى سيدتي يقولون حاولي تشرح لنا الطريقة مزي فأكيد حبيباتي على الرسل عين تفركيها بها الطريقة هذه و بعد ما تنشفر لا تسبقش بهذا الشكل تبدأ الشعر تطاير و هي تكون جافة تماما تعمليها الطريقة و تبشي ألم نهائيا الشعر تستاير لك من الجذور و بعد ما تغسلها تلاحظي أن الشعر مشى و حتى الفرق تلاحظي و حد الفرق لأنه يكون تبيض و يكون توحيد و يكون علاج دس بوغة فأنتم نتجربوا هذه الوصفة في القرية بل عاجل حبيباتي ترجمة نفس الفيديو تكتبونا في التعليق سوف نتجربنا الوصفة شكرا و شكرا و شكرا اكيدا التعليقات للبنات لا تصوروش قداش يفرحوني و يزيدوا شجعيني باش نزيد نقدم لكم يوميا الجديد و اني موعداكم الحمدلله نقدم لكم يوميا الجديد باحت انتم حبيباتي لا تخلوش علي باللايكات والاشتراك في القناة تفعلكم بزيال جرس انتم التعليقات و اقتراحات الاستفسارات الأسئلة و كل ما كتعلق بكم في المنتقة تجربو لي الوصفة و تقول لي افتع عليك يفجزكم شكرا لكم و نشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله